اهلا بكم ناس كتيرة بعتت لي اتكلم على موضوع قلق المصريين اليومين دول وهي عملية انتشار الفلوس المزورة يعني مش كفاية الدولار واللي عملوا في الجنيه نما كمان الفلوس المصري اللي في ايدك انت متعرفش يا مزموطة ولا لأ فتاكها الواحد بيشتغل ويطلع عينيه ويجي يلاقي فلوسه نصها او تلتعى مضروب انما الاول ايه موضوع الفلوس المزورة لقيت حد بقيتلي مبارح بيقوللي اتكلم عن القصة دي انا ما عمش قصة يعني فيه كلام بجد زي ما الناس بعتت لنا كده الخبر اهو في جريدتي المال في جريدتي المال رسمي فلوس مزورة للبيع رعب يكتاح المصريين من انتعاش السوق استنى بس دي بتاريخ كام بقى بتاريخ كام ده اتنين وعشرين اكتوبر اتنين وعشرين اهو واحد هاتين اكتوبر اتنين وعشرين هاجت مواقع التواصل الاجتماعي اه وصفحات سوشيال ميديا على مدار الساعات الماضية بالحديث عن فلوس مزورة للبيع بعدما قام شخص مجهول بانشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك والتي يقوم فيها بعرض اموال مزيفة للبيع في عدد من المحافظات مصر مستقاهرة واسكندرية والبحيرة شمالا والمينيا بوابة المال نيوز تكشف من خلال التقرير كل ما تريد معرفته عن فلوس المزورة وفقا للمنشورات المتداولة او المتداولة فان تسليم الاموال المزورة يجري في عدد من المحافظات ابرزها القاهرة السويس اسكندرية القاهرة اسكندرية البحيرة والمينيا في الجنوب كلام جميل حلو جدا الكلام ده النهاردة وبيقولك بقى انه بحسب المتداول تختلف اسعار هذه الخدمة بحسب المبلغ المطلوب حيث يبدأ السعر من 300 جنيه مصري في اكتر ايه بقى القص قعدنا ندور لقينا الحقيقة ده القصة جروب يعني فيه جروب على الفيسبوك لبيع العملات الفلوس المصري قادي الصورة هي الصورة هي معايا فلوس مزورة درجة اولى في القاهرة الالف الالف جنيه ب350 جنيه تخيل موجود فرزة اول شغل ليزر الواد سبتة ملمس خشن ما تعرفش تفرقها بين الاصلية ولو عرفت تفرقها ما تاخدهاش الالف ب350 جنيه متين ومئات ومئات وخمسينات بس يسلم في مكان عام ويخليك تشوف حكتك وتتمم عليها وتعد كمان قبل ما تطلع جنيه من جيبك ده ميدو كابو لكن في بقى حساب تاني هو الالف بكم ببيت جنيه فرزة اول واستلم في مكان عام ما انا مش عارفها الالف بربعمة جنيه فرزة اول سلم واستلم في مكان عام ما فيش شحن والتواصل خاص وللجدين فئة خمسين ومئة ومئتين ورق بنك نوت لا انزل بقى شوية كده دول حسابين مختلفين اهم اعرضهم بقى فلسكرين لا انزل كمان كمان اهو حسابين مختلفين يا حضرات اعرضهم بقى فلسكرين اهو يعني عادي جدا قدامك اهو ومسك الفلوس بيقولك ده ورق بنك نوت ورق البنك نوت ده مش موجود غير في المطبعة بتاعة البنك الاهلي بتاعة البنك مصر البنك يعني البنك المركزي البنك اللي هي في الهرم دي يعني ايه شكاوى كتير بقى من القصة دي وتعليقات المواطنين على انتشار العمرات المزورة مالة الدنيا ادي حد بيقول فلوس مزورة لألف وتوين وخمسين جليه وده طبيعي بعد اللي بيحصل في البلد اليمين دي الايام دي وطبعا هتسألني على الرقابة وقولك مفيش واللي هيبقى فيه كل واحد يخلي باله بقى وحسبه والله ونعمل وكيل يا جماعة في ايه طيب هو البوس ده في منتهى الاهمية والخطور عشان لما بالصدفة لاقي جروب اسمه فلوس مزورة وعليه خمسة وستين الف عضو وناس بتطرح فلوس مزورة بدقة وبتتباع بقيمة ما تعرضوا يا صالح بقيمة اقل من قيمة السوقية باكتر من خمسين في المية وفيه ناس كتير بتسأل على شغل مزور وبتشتري كميات كبيرة جدا ايه يبقى ده معناه يبقى ان اكيد انا وانتو كلنا في جيوبنا فلوس مزورة فبالتالي وجبت تنويه على مراجعة اي فلوس تستلمها من اي مكان وطبعا يفضل تبقى التعاملات النقدية الالكترونية قادر مستطاع وربنا يسترعى الجميع خمسة وستين الف جروب عليه خمسة وستين الف ادي واحد تاني كتب تحزير هام بيع فلوس مزورة بشكل عالمي خدوا بالكم من الاوراق المالية في تعاملاتكم كويس جدا الفاترة دي لان فيه ناس كتير من الحوجة وقلة الضمير هتلجأ للحل ده ويريد تقليل التعامل الورقي خالص خالص والتحولات الرقمية من اكتر والمعظم مش ناقص في الحلق الصعبة دي واضح ان ظاهرة اللي احنا عايشين فيها هتستمر كتير دولة بتساءل على الترندات والفضيح فقط دولة في الكنافة لدرجة ان المواطنينها بيبيعوا فلوس مزورة على المشاع بدون حتى اخفاء هويته تنبيه هام فيه فلوس مزورة فيها تلميق جنيه كتير جدا في الاسواق وبتوزع في شراء اي حاجة بين الناس والاسف فيه جروبات منتشرة بتطرح فلوس مزورة وفيه ناس كالشغل مزور وبتشتري كميات كبيرة فاليت الناس خلي بالها وتراجع الفلوس وخلوا تعاملكم تبقى الكترونية واقللوا استخدام الوراء على قد ما تدرون نخلي بالنا يا جماعة وربنا يسطرها على الجميع من اغرب ما رأيت على الفيسبوك ده جروب بيع فلوس مزورة ناس فاتحين جروب بابلك بيقولوا فيه بكل الشفافية انهم بيبيعوا فلوس مزورة والجروب عليه سبعين الف عضو وناس بتبيع وبتشتري فلوس مزورة عالني عادي جدا كانهم في سوق الخضار الالف جنيه تلتمائية جنيه ومحدش كان حاسس بيهم لغاية ما واحد شاف الجروب بالصدفة وكتب بوست فيه سكرينشوت بالصراحة شكيت ان فيه خدعة لغاية ما اعلن القبض عليهم النهاردة واتضح انهم مزورين فعلا والجروب حقيقي الناس الجنينة رسمية عشان كده الناس الحقيقة لها حق تخاف وتقلق وتفكر في طرق ونصايح تكتبها لبعضها عشان تكشف فكرة الفلوس المزورة ويقول بعض خلي بالكم من الفلوس اللي معاكم دي خبره عشان ما استعرضش للنصب وخطوات للتفريقة بين الفلوس الحقيقية والمزورة وبدأ بقى يقول لك بدأ يقول لك بقى ايه الفرق بين العملة المزورة واحنا هنقوله بقى يعني عشان برضو نكسب سواب في الناس الخبراء قالوا للجريدة دي العملات الحقية بالمسها خشني وسميك بينما المزورة ناعمة وهشة كمان العملات المزورة تبهت اذا لمست الماء وتم فركها يعني لو بلت العملة تبهت المزورة ولو فركتها تروح بينما تحافظ الحقيقية على ألوانها السابتة وتظهر العلامة المائية الفضية الممغنطة بشكل متقطع لما تعرضها للضوء بس اتأكدوا من الفلوس اللي معاكم يا اخوانا واضح ان فيه كميات كبيرة نزلت من الفلوس المزورة مالت الدنيا حد اهو بيقول لو لقيتوا معاكم فلوس المزورة اتأكدوا بس انها فرزة اول وملمسها ناعم مش خشن عشان مش معقول تبقى مزورة وفرزة تاني وهو الحقيقة اللي كتب البوست مشاير معا البوست ده بتاع برضو الجروبز بتاعة العملات المزورة يعني يعني ايه يعني ايه فعلا لو والله في الله دا ولا اهو حتى في ظل الحديث عن مشار الداخلية طلعت قالت انها قبرت على تلات متهمين طرح الف بتلتمائة جنيه على فيسبوك الداخلية تكشف تفاصيل جروب فلوس مزورة القبض على تلات متهمين بتلات محافظات وملاحقة مستمر لكافة الصفحات والقائمين عليها تلات متهمين جابوا تلات متهمين جابوا مطبعة وجهاز ليزر وورق وقص الورق بص الجروب عليه كام خمسة وستين الف خمسة وستين الف يعني زي ما حد قال كده كمان دا كان عليه سبعين الف يعني دول اشتروا بالهبل فلوس مزورة لكن القصة مش بس فلوس مزورة دا كمان طلع ان في حاجات تانية في حاجات تانية تتزور الشهادات والبطاقات الشخصية مستخدم على الفيسبوك بيتاجر بالعملة والاوراق الرسمية ادي جريدت الفجر اهي تزوير الشهادات والبطاقات الشخصية مستخدم على الفيسبوك يتاجر بالعملة والاوراق الرسمية دا عندي دا في جريدت الفجر دا في جريدت الفجر دي مش قضية دا مش قضية عادية دي قضية امن دولة دي قضية امن قومي لما ربنا يعني بلد تتساب الدخلية فيها مش فاضية غير لملاحقة اي حد يكتب هبابة عن السيسي يتاخد بتهمة ترويج اشعاعات بينما الجروبات دي بقالها زمن ده فيه جروب فيهم من 2018 بقالها زمن عملت بيع في ورق فلوس مزورة والدخلية اللي ستبتبط عليهم دلوقتي لما الموضوع انتشر على السوشيال ويقولك قبضنا على ثلاثة ثلاثة القصة دي بيعملها ثلاثة كانش حد غلب بيجيبوا الورق منين والمضبعة دي فين والقصة دي كلها ولما انتوا قبضتوا ما تورونا بقى مكان المضبعة وورونا بقى اللي تصادر من عملات والحاجات دي انما تكتب لي خبر كده ثلاثة القبض على ثلاثة وجاري ملاحقة الباق لا ده انت لما بتقبض على واحد مع عملة اجنبية في المطار بتصور العملة ويعمل فيلم بقى انه العملة وهكذا كان يضع العملة في بطون الفراخ المجمدة تم تورينا المطبعة هنا بقى فين المطبعة اللي بتطبع الحاجات دي فين بقى لأجهزة الكمبيوتر والمطبعة دي قصة كبيرة انت عشان تزور دي قصة وليلة ومحتاجة أجهزة ومحتاجة سكانارات واحتاجة مطبينتر يعني جبار والورق جامنين الورق الخشن ده اللي قالك المزبيدك هتلاقيه ورق خشن فارزة أول جامنين بيقولك ورق بنكنوت يعني ورق بتاع عملة جاموه منين وفين هي المطبعة دي وكانوا فين وليه اختاروا اسكندرية والبحيرة والقاهرة والمينيا والتسليم في مكان عام الدخلية مش فاضية الدخلية كل يوم تقبض على 14-15-20 واحد بتهمت انهم كتبوا على الفيسبوك والناس دي بقالها ردح من الزمن بتكتب بتبيع الموضوع يا حضرات مرعب ولازم يكون فيه تحرك أكبر من كده وصادق لأن القصة مش جروب ولا اتنين دي أفراد وجروبات شغالين أصابات يعني ودي جريمة بجد بتهدد الأمن القومي حقيقي بجد مش ظهر مش بوست على الفيسب اللي بعد